اشتركوا في القناة والذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم وهذا أعظم عليهم من عذاب النار أي إعراض الله عنهم وعدم تكليمهم عذاب أعظم على هؤلاء من عذاب النار لأن عذاب النار عذاب للجسد والنفس نعم لكن أشد شيء على النفس هو إعراض الله عز وجل عن المخلوق وأن لا يكلمه وأن لا يراه كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فكما أن الرؤية أعظم النعيم لأوليائه فالحجب أعظم عذاب لأعدائه والعياذ بالله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضى والجزاء عليها وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظمها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه هم تركوا ذلك فعلوا أسباب عدم التزكية يعني لم يفعلوا هذه الأسباب التي تؤدي بهم للزكاة والطهارة وصلاح القلب والعمل وأعظمها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فلا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها بأن الله نزل الكتاب بالحق ومن الحق مجازات المحسن بإحسانه مجازاته المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته كما أن الهداية قد أتتهم وكما أن الرسل قد جاءوهم بالآيات البينات فأعرضوا وأبوا فكانت العقوبة أن قلب الله قلوبهم وصرفها عن الهدى جزاء وفاق وقوله نزل الكتاب بالحق فيه ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجاز بأعظم عقوبة وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أي وإن الذين اختلفوا في كتاب الله فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق بعيد أي محادة بعيد من الحق لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به أهل الإسلام وحكموه في كل شيء فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه قال وتضمنت هذه الآيات الوعيدة للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه فبعض الناس ربما يسأل عن شيء من العلم فيكتمه أو يحرفه ويصرفه عن معناه الحقيقي الذي أتى وذلك لمراد يريده وهوى يهواه فإذا قيل لبعضهم مثلا إن الله عز وجل يقول وأمر المؤمنين أن يدعوا كل يوم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتجد أصحاب الأهواء يفسرونها كما يشاءون فبعضهم يقول كيف يكون النصارى ضلون وكيف يكون اليهود مغضوب عليهم نقول له هذا ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ هذه الآية قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون لكنك في أيام العجب تسمع العجب وترى العجب وكأنهم يريدون أن لا يثبتوا لهم حكم الكفر وقد أثبته الله عز وجل في غير ما آية في كتاب الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم إن الذين كفروا من أهل الكتاب وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال وهو يقسم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل الناس والحديث في أعلى درجات الصحة متفق عليه وبعضهم يصرح بأنه لا يلزم أن تشهد لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وسلم فلو آمنت بالله فكلنا مسلمون وكلنا ندخل الجنة وأما الرسل فأمرهم سهل وهي وكل إنسان له رسوله ونبي وهذا كفر وخروج من ملة الإسلام لأن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لله لأن الله يقول محمد رسول الله وهم يقولون لا يلزم وبعضهم يكذبه صراحة لذلك أقول هذا من العجائب التي نسمعها إذن إن لم يكن اليهود مغضو عليهم والنصر ظل فنحن أهل الضلال وأهل الغضب والعياذ بالله تعالى والمغضوب عليهم قوم أتاهم العلم فتركوا فضلوا عن علم وانحرفوا عن علم وأما الضالون فقوم انحرفوا وعبدوا الله عز وجل بجهل والنصارى كمثال واليهود كمثال وإلا فكل من اتصف بمثل هذه الصفة انطبقت عليهم الآية لكني أقول وأكرر يحتاج المسلمون للأسف أن يتعلموا صورة الفاتح ولا أقول للأسف بل كلنا نحتاج ذلك لأنهم ربما لم يتخرجوا من الكتاتيب التي كانت تتعلم فيها العلماء ويتعلم فيها القرآن وليس يحفظ القرآن فحسب فلذلك تجد هذا الخلل الذي نرى والأخطر أن يخرج بعض أهل الدين أو من ينتسب للدين ويلبس على الناس أمر دينهم وحسبنا الله ونعم الوكيل لذلك عقوبة خطيرة جدا أن يحجب العبد عن الله أو يلجم بلجم من نار يوم القيامة والسبب أنه كتم ما أنزل الله من الكتاب واشترى بذلك ثمنا قليلا وانظر للتنكير ثمنا أي ثمن؟ ثم يقول قليلا فمهما كان الثمن الذي يحصله الإنسان في مقابل ذلك فإنه قليل بل حقير لا يساوي شيئا وأيضا فيها فائدة أخرى أن الجزاء من جنس العمل كما أنه كان يأكل هذا الحرام في الدنيا فإنه يعاقب بأكل النار والعياذ بالله في بطنه يوم القيامة ثم أخطر العقوبات ألا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم العنار ما يستطيعون ولكنهم لا محيص لهم عنها ولا مهرب بل العجيب الذي رأيته أيضا أن بعض النصارى يحتج على ما كتب فيه بعض كتب التربية الإسلامية الدينية ويقول يعلمون الأطفال ذلك وأن اليهود مغضون عنهم والنصارى ضلون والآخر مسلم يسمع منه ويقوم ويثور كيف ذلك وكيف يكتب ذلك في كتب التربية الإسلامية طب وما دخلك أنت أيها الصليب الحاقت منذ متى والكفار يتكلمون في دين المسلمين ويناقشونه هذا الخلل لعلنا يعني تسببنا فيه بشيء وهو إهمال تعلم الدين والتهاون بذلك ولا حول ولا قتع بلا وعدم متابعة الأبناء وتعليم الأبناء هذه المعاني العقضية الخطير أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد والاختلاف في الكتاب أن يكون مصدر النور والهداية والاستقامة سبب للخلاف نعم إذا تدخلت الأهواء وإذا كان الغرض ليس وجه الله عز وجل فيكون الكتاب سببا للاختلاف ويكون سبب للتنازع والشقاق والمخاصمة والعياذ بالله ذلك إخواني علينا أن نتعلم القرآن وأن نتعلم الوحي الكتاب والسنة وأن نحرص على تحويل ذلك إلى عمل وأن ندعو إلى الله عز وجل بما تعلمناه فإن الذي يعرض عن التعلم يعرض الله عز وجل عنه قال فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وتعلم أو فعلم وعلم يعني مثل الأرض الطيبة ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به أو أرسلت به يعني لا نفع منه يرجى ولا حول ولا أقوة ألا بالله والحق الذي نزله الله عز وجل هو الشرع والدين العقائد والأحكام والشرائع والأخلاق ونحو ذلك نصى الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يثبتنا عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ترجمة نانسي قنقر